ولاية كينتاكي الأمريكية باتت منطقة كارثة كبرى بعد أن اجتاحتها سلسلة من الأعاصير المدمرة وفق إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يمهد الطريق للحصول على مزيد من المساعدات الاتحادية حاكم ولاية كينتاكي أندي باشير طلب رصبياً هذا الإعلان بعد أن دمرت الأعاصير مدينة مايفيلد الصغيرة ومصنعاً للشموع ما لا يقل عن ثمانين شخصاً لقوا حدفاً في الولاية قتلاً سيتجاوز عددهم في النهاية مئة وفق حاكم الولاية لكن يحدوه أمل في حدوث بعض المعجزات على الرغم من مرور أكثر من أربعة وعشرين ساعة منذ العثور على أي شخص على قيد الحياة تحت العنقاض ولاية كينتاكي تمر بأكثر الأعاصير تدميراً في تاريخ الولاية وحتى المباني الأكثر ثباتاً من الفولاد والطوبة سويت بالأرض بفعل التدمير